في عنوين النشرة هنا معربون حيث الحدود مفتوحة على الإرهاب والأهالي على أهبة التصدي ديمستورة في بيروت ويلتقي حزب الله قوى الرابع عشر من أذار تنتقل إلى مرحلة ترشيح لجميل في الخاص داعش استعمل أسلحة جرثومية في كوباني بكل تأكيد هذه الآثار تدل على أن داعش استخدمت أسلحة غير تقليدية ومن بغداد أهلا بكم على متن الخطوط العراقية بلا دولة إسلامية أدنى ما يقارب من 24 إلى 30 إلى 32 رحلة يوميا وفي النشرة لبنان بيئة حاضنة لكلاب الحماية تفاصيل هذه العنوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر